السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين قناة سارة انجليش مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد لهذه يكون على المراجعة الشامل دي اليونت الرابعة Environment and Ecology انتا عموا قرار ديال تيكيتو انجليش سنة أولى باكالوريا نبدأ بالvocabulary waste or garbage or rubbish كلهم نفايات nuclear energy الطاقة النووية وعند نحته solar energy اللي هي الطاقة الشمسية ecology علم البيئة natural disasters الكوارث الطبيعية toxic مسموم draft جفاف chronic bronchitis التهاب شعب لهوائي المزمن nausea غثيان ماشي nausea nausea اوكي chronic headaches الصداع المزمن irritation تهيج breathing system نظام تنفس immunity مناعة give off يخرج أو لا يطلق especially give off smoke smoke يعني الدخان اوكي degradation انحلال trash نفايات expanding توسع surveys بحوت prosperity is the heart environment بيئة pollution تلوت disposal تخلص من poisonous هي بحالها بحال toxic مسموم sewage مياه المجاري disposable للاستعمال مرة واحدة فاش كنقولوش حاجة disposable او لا بالفرنسي جوتة بالواقيلة مهمش حاجة اللي كتستعملها مرة واحدة وكترميها مش تستعملها مرة اخرى low قانون recycle اعادة التدوير spoil او لرون بمعنى يخرب reuse اعادة الاستعمال produce انتاج get rid of تخلص من throw away ترميش حاجة resources مصادر reduce هو تنقص من شي حاجة او نتخفض منهم نشوفو الفانكشن اللي عندنا اللي عندنا make a suggestion باش نبغي نعطيوا واحد الاقتراح كنت تتخذهم مثلا why don't we could we how about what about why not I suggest let اوكي اذا دائما كنت بدأوا بهذه الexpressions هما اللولين عادة كنت تبعهم الاقتراح ديالنا accepting the suggestion مثلا اذا اقترح عليك شي واحدة حاجة وانتا كتبغيت اكسبتها كتقول شي حاجة بحل هاك مثلا why not تعالش that's a good idea فكرة زوينة that's a great idea فكرة واعرة prepositions prepositions of place هما كالتالي and the in بمعنى inside for example inside the room for example in the room in the house اوكي في المنزل في الغرفة inside الداخل at كنتدروها الثلاثة الحوايج exact position واحد البوزيسيون اللي هي exact عارفينها بحل مثلا at the bus station او لما events بحل مثلا at the party at the meeting meeting هو واحد اللقاء واحد الاجتماع اكترا او لا كنتدروها فاش كنقولو place where you do something شي واحد المكان اللي كتدير فيه شي حاجة بحل مثلا work at work at school at home اكترا on على ثانية كنديروها الثلاثة الحوايج above something and touching it يعني فوق من شي حاجة وكتقس للسيخ فاس جالها بحل مثلا on the desk on the floor the desk هو المكتب the floor هو الأرض كنديرو on مع الكلمات التالية بحل مثلا left on left on right on radio on television etc وكنديروها ايضا methods of traveling بحل مثلا I travel on trains etc وعندنا to كنديروها a direction يعني اتجاه كنديروها ايضا across from one side to the other يعني من واحد المكان الواحد الاخر across the street يعني بحلق لتي عندنا street بحلقة وكنديروها الطرف دي الطريق للطرف الاخر دي الطريق above on without touching يعني above يعني فوق شي حاجة ولكن ما كيقس هذيك الحاجة اللي هو فوق منها مثلا the birds flew above the house يعني طيور تعرف فوق من المندل into towards the inside of something يعني الداخل لانك تكون غادي لواحد بلاسة اللي هو الداخل جيلها مش هي بلاسة open اوكي شي بلاسة اللي هي close اوكي بحا مثلا i get into the bus يعني ركبت في البس البس مش كندخلي انا غادر الاتجاه مش اني نركب البس من بعد كي ولي مغلق كيكون مسدود اوكي was the mountain نشوف البروسيش of time عندي هما هادو فقط in مثلا كنديروها مع months seasons or years يعني فاش كيكون عندي شي شهر months هما الشهور seasons هما الفوصول years هما الاعوام مثلا in may in january in the winter in 2020 in 2021 اكترا او لا كنديروها مع هادو in the morning in the evening in the afternoon او لا كنديرو in فاش كيكون تنهضروا على واحد الperiod of time days اوكي at night at sorry كنديروها مثلا في ذيك الكلمة night at night او لا عدتني exact time الوقت محدد مثلا at lunch time at dinner time at 2.20 at 2.30 etc on كنديروها مع days and weekend وذيك الكلمة دية الweekend days هما الايام مثلا on monday on fronday on friday on tuesday on sunday on on etc و on the weekends for used to show an amount of time واحد المدة زمنية i'm going to sleep for three hours اوكي والgrammar الثاني اللي عدنا اللي هو enough و to عدنا كنديرو to اللي بعناتها in a higher degree كتكون negative شوية يعني شي حاجة زايدة عن الحد يعني بوحد طريقة negative كتكون to عادت تبعها ال adjective ولكن enough يعني كتعني شي حاجة من كونتيتي ديالها كافيني يعني ذاك شي اللي أنا محتاج اللي هو ي كين وهي بطبيعة هال كتجي من نورة ال adjective يعني كيكون عندي ال adjective هو اللي عاد كتبعه enough نشوف هاد الامتلة هادو this exercise is too difficult اوكي عندي too عاد عندي difficult يعني هاد تمرين هاد صعيب بزاف the questions are easy enough to pass the test يعني هاد ال questions هادو سهلين بواحد سهلين كفاية يعني سهلين بما فيه الكفاية باش ننجحوا في test في هاد الامتحان هذا وده ما نشوف ال grammar sorry writing اللي عندنا اللي هو اعطونا انكم تكتبو paragraph والparagraph كنت دويت عليها شحال من خطرة داك شال اش غنخلي لكم ال link متاع هاد الفيديو هاد اللي كتشوف داب صراحة فيه كيف تكتبو المكونات متاع الفقرة شنا هو وكيف تكتبو هادوك المكونات وكيف تقدوهم اكستر غتشوف هاد الفيديو هاد صراحة كنظن انه غادي ينفعكم مزيان انا لتحت غنخلي لكم اللينك ديالو باش تدخلو ليه ديريكت اذا كنتمنى انكم تكونوا استفتوا من هاد الدرس هذا او من هاد الفيديو هذا وتكونوا لقيت ريوزكم انكم باقي شادين على المعلومات على اليونت الرابعة ويلا نسيتو شي حاجة نكون فكرتها لكم ولا الى هاد فيديو ما تنسوش تضغطو على لايك ويلا كنتو جداد في القناة ما تنسوش تضغطو على زر سبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما للفيديو وتجداد ان شاء الله كيف العادة وكيف دائما